نحن هنا في الشارع المؤدي إلى مبنى إرشاد جماعة الإخوان المسلمين هذا هو المبنى ذو اللون الأصفر الذي يتوسط ذلك الشارع هو مبنى مقر جماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم السكني ونلاحظ وجود بعض الأشخاص يقفون فوق سطح هذا المبنى ربما هم من شباب جماعة الإخوان الذين أتوا صباحا لتأمين المبنى إذا تحولت الكاميرا الآن لنرى القوات الأمنية وهي قامت بعمل كردون أمني لحماية مقر الإرشاد وغلق الشارع من هنا من هذه الناحية لماذا تم غلق الشارع ذلك نتيجة أنه توجد في الطرف الآخر أو هنا توجد مجموعة من المتظاهرين أو مجموعات من المتظاهرين المناهضين لسياسات جماعة الإخوان المسلمين والذين يهتفون بهتافات مضادة لجماعة الإخوان المسلمين هناك أيضا مجموعات أخرى من هؤلاء المتظاهرين عند ميدان النفورة ذلك الميدان الذي يقع من الطرف الآخر لهذا الشارع الذي يؤدي إلى مقر جماعة الإخوان المسلمين بين الحين والآخر تحدث بعض الاشتباكات نتيجة ظهور بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين فيتجه إليهم المتظاهرون وتحدث بعض الاشتباكات المتقطعة سنحاول الاختراب أكثر من مقر جماعة الإخوان المسلمين محاولين اختراق ذلك الكردون الأمني بصعوبة شديدة استطعنا الوصول إلى هنا إلى الدائرة القريبة من مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطع وذلك نتيجة وجود كردونات أمنية كثيرة تغلق ربما جميع الشوارع المؤدية إلى هنا وهم مجموعة من المدنيين الذين أتوا لتأمين المقر من دائرته القريبة نلتقي بأحدهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يعني السؤال لماذا أتيت إلى هنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم جئنا هنا طبعا عشان إرساء مبدأ من المبادئ أولا هي وقفة لله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية أنه أنه لازم يكون عندك مبدأ مش معقول كل حاجة هي يقولوا عليها أو يتكلموا عليها أو يحاول أي حد يفرضها عليها بقى ينفزها عليها ده بيتي وبيتي أنا لازم أحميه إذن يعني كانت هذه هي الصورة هنا أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم والذي كان يوما ما حيا هادئا